أعلنت وزيرة التجارة والصناعاني فينجا مع أن مصر ستصطدف خلال شهر يوليو المقبل الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة الشركة الصناعية التكاملية والموقعة بين كل من مصر والإمارات والأردن والتي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي والدوائي المشترك والتعاون في مجالة الصناعة والإثثمار والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعدن والبيترو كيمويات وخلال الاجتماع مع كل من وزير الصناعات المتقدمة بالإمارات سلطان الجابر ووزير الصناعة والتجارة والتموين من مملكة الأردنية يوسف شمالي عبر الفيديو كونفرنس قد أوضحت نيفينجا مع أن الوزراء أكدوا حرص قيادات الدول الثلاث على الإسرع في تفعيل هذه المبادرة ووضعها موضع التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق التكامل الاقتصادي والصناعي المنشود